موسيقى 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 اللي موجودة عندنا طبعا نظام الهورد مود نظام الهورد مود يا جماعة هو نظام نفس الوايفات ييك ويف وراء الثاني ولازم انت تخلصهم خلال اقرب وقت هذا المود او هذا الطور فيه challenge كبير بحيث انك انت تعدل شخصيتك او تعدل الايتمات او القير اللي عليك علشان انت تدش هذا المود المود يعتبر لانهائي ويفات وايد ويفات ما تخلص نظام جدا ممتع او مود جدا ممتع اما بالنسبة حق رسومات اللعبة او اللي هو الغرافيكس مقارنة بالجزء اللي هو Gears of War 4 تقريبا نفس الغرافيكس بس لكن الاضاءة تعطي عامل كبير وايد باللعبة مثلا لما تدشون مكان في ظلمة او مكان في نفق رح ييلك جاكا او اللي هو الآل يساعدك يعطيك اضاءة بشكل مو طبيعي يعني اضاءة اللعبة وايد حلوة والانفايرومنت نفسها البيئة بتكون وايد احلى الوان اللعبة انا لاحظت صارت بشكل كبير افضل وعندنا طبعا اللعبة تم تجربتها على جهاز الـ Xbox One X اللعبة 60 فريم ما فيها دروب نهائيا وتشتغل بدقة 4K هذا كان بالنسبة حق رسومات اللعبة بشكل عام الاصوات باللعبة والموسيقى والمؤثرات الصوتية جدا ممتازة خلونا نتكلم اول شي عن الليبسينك طبعا الليبسينك اللي هي حركة الشفايف شخصيات جدا مطابقة او ممتازة مع الاصوات اللي تطلع يعني ما تلاحظون فيه دلي او فيه تأخير بالاصوات لما تطلع واصوات الانفجارات واصوات الاسلحة كلها ممتازة او تطابق لاحداث 100% اما بالنسبة حق للحان مالة اللعبة للحان ما عليها اي كلام يعني كسلسلة كاملة سلسلة Gears of 4 وايد حلوة وتحديدا الجزء الخامس ولا ننسى انه ملحن سلسلة Gears of 4 وهو نفسه ملحن اشهر من سلسلات اللي هو Game of Thrones الملحن رامن جوادي بالنهاية من اكثر الشغلات اللي عجبتني بلعبة Gears 5 طبعا القصة القصة وايد حلوة والعالم صار وايد احلى والشغلات يعني انا اشوفها شخصيا انهم ما عجبتني وايد او بشكل كبير صحيح ان اللعبة فيها تنوع بالاسلحة لكن تنوع جدا ضئيل او بسيط مثل ما يقولون فبشكل مختصر تقييمنا حق لعبة Gears 5 بالنهاية راح يكون 9 من 10 اللعبة وايد حلوة بالذات حق الناس اللي تحب سلسلة Gears of 4 يعني هذا جزء اجباري انكم انتم تلعبونه لان كل شخصية لها حقها بالقصة هذه شاركونا رايكم انت وحق الناس اللي لعبت Gears of 4 شرايكم بالقصة وشرايكم باللعبة بشكل عام تحت بالكومنتات ولا تنسون الاشتراك بالغناة وشير حق هذا الفيديو يعطيكم العافية ومالله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة